حرب شعواء ستشعل الحرائق في المنطقة هكذا وصفت الرئاسة الفلسطينية ما وقع من أحداث في باحات المسجد الأقصى وداخل المسجد القبلي أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير حسين الشيخ فقد أكد أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع أطراف دولية وإقليمية لوقف ما وصفه بالعدوان على الأقصى الخارجية الفلسطينية من جهتها أشارت إلى استمرار تنصيقها مع الأردن لحجد موقف دولي يجبر إسرائيل على وقف اقتحاماتها للأسف ليست هناك أي نتائج نتكلم مع الجانب الأمريكي ومع الاتحاد الأوروبي ومع المتحدة وكلهم يطالبوا بوقف التصعيد الإسرائيلي والالتزام بما تم التفاهم عليه لكن للأسف الشديد إسرائيل لا تلتزم دائما مطالبنا من الإدارة الأمريكية ليست ضغط فقط بل أن يجبر إسرائيل على التوقف توترات الأوضاع في محيط المسجد الأقصى ألقت بظلالها على الأوضاع في الضفة الغربية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع عملية إطلاق نار صوب حاجز عسكري في بيت لحم أما مجموعة عرين الأسود المسلحة فأعلنت مسؤوليتها عن إطلاق نار صوب مستوطنة شافي شمرون شمالي الضفة الغربية كما أصيب جندي إسرائيلي جراء اشتباك مسلح وقع في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل جنوبي الضفة ما دفع مراقبين إلى إبداء خشيتهم من خروج الأمور عن السيطرة الاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى التنكيل بهم قمعهم تدنيس حرمة المسجد الأقصى هذا أمر خطير جداً هذا يمس بمشاعر كل المسلمين يعني عكس على الوضع في الضفة يعني عكس بالتالي على غزة وقابل أن يشعل كل المنطقة من جديد مشهد الاقتحامات الإسرائيلية فجر لم يتوقف في الضفة الغربية حيث اقتحمت القوات مدينة نابلس وسط دوياً لإطلاق النار كما اندلعت مواجهات في مناطق عدة أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق حسب الهلال الأحمر الفلسطيني زوبعة من ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على أحداث المسجد الأقصى وكلها تصب في إطار أن ما يجري لن يحقق الاستقرار بل سيزيد من انفجار الأوضاع المتوتر أساساً في العراضي الفلسطينية محذرين أن هذا التدهور ستكون له نتائج غطيرة ثروة شقرة الحرة رام الله